عايزين نروح مباشرة لزميلتنا فاطيمة خليل عشان تقول لنا أبرز التحضيرات للفعليات اللي جاية اللي هتكون موجودة في مهرجان العالمين فاطيمة برحب بيكي مرة ثانية وأخير أهلا بيكي ليلى وزي ما ذكرت مع ضيفك محمد عبد الرحمن فعلا الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية بتهتم جدا بإضافة الجديد والكثير لمهرجان العالمين علشان فعلا هي هدفها الأول والأخير هو المواطن المصري والغير مصري لأن فيه تواجد كبير جدا من الجنسيات الأخرى داخل مهرجان العالمين وأنا في وسط الممشى هنا فيه أسر كتير جدا وفيه تواجد كتير جدا للأسر المصرية والغير مصرية ففعلا المتحدة لخدمات الإعلامية بتقوم بعمل ومجهود شاق يستحق فعلا الإشادة بالنسبة للفعليات فيه فعليات طبعا لخصور الثقافة مستمرة معنا زي ما قلت لك أن خصور الثقافة النهاردة بدأت أولى فعليات الفنون الشعبية بفريق أسيوت للفنون الشعبية اللي بدأت أولى فعليات وعروضه النهاردة في المنطقة الشاطئية في مهرجان العالمين وبتستمر عروضه بكرة كمان كمان العروض الفنية المتميزة اللي احنا بنشوفها من السيرك القومي كمان مستمرة على مدار الأيام اللي جاية وطول فترة مهرجان العالمين بالنسبة للفعليات الرياضية فهي مستمرة من أول مهرجان لحد آخر المهرجان وأكيد فيه جديد وجديد وعايز أقولك حاجة مهمة جدا من خلال متابعتي النهاردة وكلامي وحديثي مع كل زوار المهرجان النهاردة على مدار اليوم كلهم مجمعين أن هم فعلا مبسوطين وفيه بهجة وفيه سعادة وفيه أنشطة مختلفة لأن فيه ناس كتير جدا كان حضرة الموسم الأول من مهرجان العالمين وحضرة السنة دي كمان فيه موسم التاني لمهرجان العالمين بيتقول أن فيه فعليات كتير جدا مختلفة ومتنوعة وفيها بهجة وتشويق وفيها كده فرحة وطاقة إيجابية بتعم أرجاء كل المهرجان عايز أقولك حاجة كمان مهمة أن كل الأسر متواجدة بأولادها بزوجتها كلهم جايين ومجمعين أن نحن جايين نتبسط نجايين عايزين بهجة وسرور وعايزين أن نشوف كل الفعليات المختلفة فيه كان فيه تعليق طريف جدا اتقلل نهاردة من أحد الزوار مهرجان العالمين كنت بس ألوا على المصرحيات وأهم النجوم اللي أنت تحب أن تشوفهم في المصرحيات اللي هتقوم وهتقام في المهرجان خلال الشهر القادم في أغسطس قال لي هتفارغ عليهم كلهم أنا قاعد هنا أنا مقيمة هنا في المهرجان فدي من التعليقات الطريفة اللي أنا اسمعتها النهاردة من أحد زوار المهرجان وأكيد الفعاليات مستمرة وكل يوم جديد وكل يوم فيه مفاجآت بتقدمها الشركة المتحدة لخدمات العالمية على مدار فعاليات وعلى مدار أيام المهرجان دايماً مستنين منها الكتير ودايماً مستنين منها المفاجآت الشركة المتحدة للخدمات العالمية أكيد بيتفاجئنا وأكيد هتفاجئنا كمان في الفترة اللي جاية وأنا معاكم على مدار البكرة وبعد إن شاء الله وأكيد في فعليات كتير قوي هيتموا متابعتها معكم لحظة بلحظة أكيد يا فاطيمة منتظرين متابعتك لكل الفعليات والأنشطة على مدار اليوم والأيام اللي جاية في مهرجان العالمين بشكرك شكراً جزيلاً فاطيمة خليل